هكذا هتفت المواطنة ابتسام أبو دنيا في وجه ميليشيا الحوثي مطالبة براتبها ورواتب الناس المكهورة فتعرضت للضرب والاعتداء عقب اقتحام منزلها من قبل عناصر الميليشيا لم ترتكب ابتسام ذنبا كل ما في الأمر أنها طلبت براتبها لكن هذه دولة الميليشيا ففي عهدها أصبحت المطالبة بالراتب وحق الحياة جريمة تستدعي الاعتداء والإذلال إما الموت جوع أنا وأولادي أو أبيع شرفي أو أصير أشحت حتى لو أشحت ما عد حت شيرتين لأنه الناس كلها جاوعة وكل واحد يقوم بعيالة حتى أهلي ما همش قادرين يلا يتهفوا أنفسهم يلا يأكلوا عيالهم يلا بل كاد بل كاد وأنا مسؤولة عن بيت معي عياله ومعي أي شفعل ما بيش معي ما بيش معي ما نأكل ما معنانا المرتبة الحكنا وهذا لا بيرحموا ولا بيخلوا رحمة الله تنزل لا يشتوي دولنا هم ضلطوا رواتبنا ولا يشتونا نطالب برواتبنا ولا يشتو حتى حكومة شرعية تديرنا رواتب طيف نحن أشرب عنه يقضي اليمنيون تحت سلطة الميليشيا حياة لا تفرق كثيرا عن الموت بل إن منهم من يموت جوعا فيما يقبع الآلاف في السجون ويتعرضون لتعذيب وحشي يجن الحثيون أموال طائلة من النفط والضرائب والجمارك والإتاوات التي يدفعها التجار وتحت سلطتهم يموت البسطاء من الناس جوعا لا أحد يمتلك الحق في الاعتراض هنا فكل صوت يعلو بالاحتجاج يجابه بمسلحي الميليشيا التي يبعثها قادتهم للقتل والاعتداء والضرب والمصادرة بحق كل المحتجين كابتسام تعيش آلاف النساء يعتصرهن الجوع والخوف معا أو يتقاسمهن بطش الميليشيا وعنف مسلحيها خلال أعوام الانقلاب تعرضت مئات النساء للاعتداء بالضرب من قبل مسلحين حوثيين ظاهرة تصعدت في الأشهر الأخيرة حيث شهدت العاصمة صنعاء حالات اختطاف عشرات النساء والفتيات واحتجازهن وتعذيبهن في سجون سرية بصنعاء دون أي محاكمة أو إجراءات قانونية تحولت صنعاء لمعتقل كبير معتقل محكوم بالإرهاب والعنف مواطنون عزل في مواجهة سلطة القمع لا أحد يدافع عنهم ولن تجد لقضاياهم موجودا في تقارير منظمات تلاحقها اتهامات بالتسيس والانتقائية فيما تبدو مهمة تخليص مواطني هذه الجغرافية من سلطة العصابة وقد أصبحت جزءا من التاريخ لم تعد على أجندة أحد